افتتح في العقبة ببناء الحويات الخطة البحرية الجديد حيث أضاف خدمة الشحن إلى بناء العقبة بتعاون مع شركة فلك أو فلك للخدمات البحرية لربط الأردن بموانئ شمال البحر الأحمر وتبلغ الطاقة الاستيعابية لخدمة الشحن 2100 تحاوية قياسية وبمعادل باخرة كل أسبوع مما يسهم في رفع المناولة لبناء العقبة ما يشكل قيمة مضافة لخدمات الشحن الملاحية وتسهيل احتياجات السوق الأردني ويرفع أيضا فعالية ربط الأردن بالأسواق العالمية وستطيح الخدمة العديد من خيارات الشحن البحرية المباشرة كما ستعزز الخطوط البحرية وصولها إلى العقبة جراء الأزمة البحرية في منطقة البحر الأحمر خاصة بعد توقف دخول السفن التجارية الكبيرة إلى ميناء العقبة تم استقطاب اليوم أول باخرة السعودية للخط الملاحي الفلك البحرية هو عبارة عن الفلك البحرية تم تأسيسه في شهر فبراير 2024 وهو يقوم بالخدمات القصيرة بخدمة الموانئة القصيرة وهذا الإعناء نفخر به من حيث أنه سوف يقوم بإطلاق خدمة نورث ريتسي سيرفيس إلى ميناء العقبة وسوف يكون هناك خدمات أسبوعية من ميناء ينبع وميناء نيوم وميناء جدة وميناء السخنة وميناء العقبة الطاقة الاستيعابية إن شاء الله سوف تكون بواقع 2100 حاوية